نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في عزبة ثمانية التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجانة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا دايما بنركز على طرق الوقاية من المرض إزاي نحمي نفسنا من الكورونا وأهمية التطعيم وبنعرف المواطنين دلوقتي إن التطعيم بقى من عمر 12 سنة وبنأكل عليه إن التطعيم ما فيش منه أي خطورة بالعكس إحنا بدأنا نعيش حياتنا طبيعية بعد ما بدأنا ناخد التطعيم وأكتر من جرعتين وثلاثة خاف العلاجية بتمثل جزء الصحي من بضر رئاسية قارة عزبة ثمانية مش أول مرة نجيها إحنا جينا قبل كده وبناء عليه تم استرجاع الداتة للقافل السابقة علشان نقدر نحدد الاحتياجات الصحية للمكان سواء كان من عيادات أو تحليل أو أدوية القافل العلاجية من الحاجات الممائزة جدا لوزارة الصحة كونها أن هي بتقدم العلاج بالمجان إلى جانب أن هي بتوصل بالخدمة للمواطن لحد عنده بنقدم القافلة الطبية النهاردة في القرية بتشمل 12 عيادة تخصصية كل عيادة بيبقى فيها طبيب بيبقى أخصائي أو استشاري موجود معنا النهاردة كل التخصصات الطبية موجود معنا كمان صيدلية متكاملة تم إمدادها في كل الأدوية اللي بدغطي التخصصات الطبية الموجودة موجود كمان معمل متكامل موجود أشعة عادية وسونور كل الخدمات اللي بتقدم في القافلة الطبية بتقدم بشكل مجاني القافلة موجودة في القرية على مدار يومين شكرا